بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإتاء وعضو هيئة كبار الغلمة مع مطلعي هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له وتفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله حياكم الله نعود مع مطلعي هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية وباعثها المستمع خالد خليل أبو بكر يونس عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل الشيخ صالح ويقول ما حكم الشرع في الذهاب لقبور الأولياء والصالحين والموالد بحجة القرابة وما حكم الشرع باحتفال المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الكتب التي تدلون عليها في هذا الموضوع جزاءكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن زيارة القبور سواء قبور الأولياء والصالحين وقبور عموم المسلمين بل زيارة القبور عموما حتى قبور الكفراء زيارتها إذا كانت للموعظة تذكر الآخرة والاعتبار بالمصير فهذا أمر مشروع وكذلك الدعاء للمسلمين لأموات المسلمين والاستغار لهم السلام عليهم هذا أمر مشروع ومطلوب قد قال صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الآخرة أما إذا كان القصد من زيارة الأولياء والصالحين تبرك بهم والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم فهذه زيارة محرمة وهي شرك أكبر يخرج من الملة لأنه شرك لله عز وجل وصرف للعبادة لغير الله عز وجل من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذور والتبرك والطواف في قبورهم هذه أمور شركية ينهى عنها الإسلام بل حتى لو زارها من أجل الصلاة عندها وهو لا يقصد القبور وإنما يقصد بالصلاة وجه الله عز وجل ولكن يظن أن الصلاة عند القبور لها فضيلة أو أن الدعاء عندها دعاء الله عندها له فضيلة فهذه بدعة وسيلة من وسائل الشرك فكيف بفعل الشرك نفسه عندها من دعاء للأموات تغاثة بهم وذبح لأضرحتهم وصرف النذور لهم كل هذه عبادات عظيمة لا يجوز أن توجه لغير الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين وأما مسألة المولد إحياء المولد النبوي والمشاركة فيه فإحياء المولد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء الموالد ولم يأمرنا بها ولم يفعلها هو صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها خلفاء الراشدون من بعده ولا الصحابة ولا القرون المفضلة قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأمر بالتمسك بسنة سنة خلفائه الراشدين ونهى عن البدعة والبدعة في فعل شيء على وجه التقرب إلى الله لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يقر عليه أحدا من صحابته ألا هو البدء أو له صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلا نجد لهذه لإحياء الموالب خصوصا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجد له ذكرا في حاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عمل خلفائه الراشدين ولا في عمل القرون المفضلة الأربعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إنها تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الحديث الحاصل أن هذا المولد وإحياءه على مدار السنة بدعة ما أنجر الله بها من السلطان والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحذر منها والبدع توجب غضب الله سبحانه وتعالى وتوجب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه فالواجب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتدى به والتأسي به صلى الله عليه وسلم والتأسي بخلفائه وصحابته وتابعين لهم بإحسان وهؤلاء ينهون عن البدع والمحتفال وينهون عن إقامة الموالد لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره الواجب الحذر من هذا النهي عنه وعدم المشاركة فيه جزاكم الله خير وأحسن إليكم لفت نظري جملة قالها في هذا السؤال شيخ صالح أرزوكم أن تدلونا على كتاب في الاحتفال بالموذج ليس هناك كتاب يعتمد عليه في إحياء بدعة الموذج كلها كتب خرافية ومن وضع الوضاعين وكذب الكذابين وإنما الكتب في النهي عن إقامة الموالد ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فذكر أن من مخالفة الكفار عدم إقامة الموالد لأن إقامة الموالد من أعمال الكفار من أعمال النصارى ومن شابهه وكذلك المولد في تحريم الاحتفال بالمولد الفاكهاني وهو مطبوع وكذلك كتاب الإبداع في مضار الإبتداع الشيخ علي محفوظ الأزهري وكذلك كتاب البدع والنهي عنها لبن وضاح وكذلك ما كتب في هذه الأيام لأن بدعة المولد لأن بدعة المولد ظهر شرها وكثر المنافحين عنها فقام العلماء جزاه الله خيرا بالرد على هذه البدعة ومن ذلك ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب مستقل في النهي عن خياء الموالد وكذلك ما كتبه الشيخ العلامة سماحة الشيخ أبو العيز بن باز رحمه الله في التحرير من البدع ومنها الاحتفال بالمولد كذلك ما كتبه الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في المعهد النبوي والواعظ فيه إنه كتب كتابا حافلا النهي عن هذه البدعة التحرير منها والرد على من يروجها مدرس في المسجد النبوي أو في المعهد النبوي المسجد النبوي ومتقاعد ودرس في المسجد النبوي نعم إذن ليس هناك كتب يعتمد عليها تجعل الاحتفال بالموالد أمرا مشروعا كلها كتب خراثية لا يعتمد عليها بل إنها نقضت ورد عليها والحمد لله وضي ما فيها من البطلان بالكتب التي ذكرناها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كذلك أنكر رسالة للشيخ محمد بن راهيم رحمه الله وفت الديار السعودية في تحرير الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم قضية أخرى يطرح هذا المجتمع فيقول رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا وضع يد موروثة كابرا عن كذا وهذا الرجل جاء عليه يمين ماذا يصنع وهذا الرجل جاء عليه يمين ماذا يصنع قطعة أرض رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا وضع يد موروثة كابرا عن كذا وهذا الرجل جاء عليه يمين ماذا يصنع لا أدري ماذا يقصد باليمين يمين عن هذه الأرض أنه ما يستعملها إن كان القصد هذا أنه حلف أنه ما يستعمل هذه الأرض ولا ينتفع منها فإنه يكفر عن يمينه إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو رقبها فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام وينتفع بهذه الأرض ولا تكون يمينه محرمة لما أحل الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير يقول عندنا مسجد قريب منها ولكن العيب أن جيران المسجد لا يصلون معنا وهم منهم الأعمى والأجداد والإخوة صلاة في المسجد واجبة قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب ولا صلاة له إلا من علمه ولما جاءه رجل أعمى يستاذنه في أن يصلي في بيته لأنه لا يتسنى له الحضور إلى المسجد إلا بمشقة شديدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب إذا كان هذا رجل أعمى يشق عليه الحضور ولما كان يسمع النداء لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يليق بمن هو معافى وصحيح وقريب من المسجد أن يترك الصلاة في المسجد وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتحلف في بيته فتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللت ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفق قال صلى الله عليه وسلم أفقلوا الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يأم الناس ثم أمر رجالا معهم حزم من حطب ثم أخالف إلى أقوى إلى رجال إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهذا وعيد شديد لمتخلفين عن الصلاة في بيوتهم والذين لا يحضرون إلى المساجد في أن النبي صلى الله عليه وسلم همى أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار وما ذلك إلا لعظيم جريمتهم وللمنكر الشنيع الذي اتصفوا به وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق أفقر الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وقال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق قد قال الله تعالى في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة راءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل وقال تعالى فيهم ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون إذا كان هذا وصف المنافقين هو الكسال عن حضور للصلاة كيف بحال المتخلفين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم جهة تقرضوا بفائدة وأنا أريد أن أشتري سيارة هل يريد أن أقل القرض من تلك الجهة لأشتري السيارة أو بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا القرض بالفائدة حرام ربا ربا صريح قد حرم الله الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة وأعلن الله الحرب على المرابين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالربا حرام شديد التحريب وهو مكسب سحف وخبيث ولا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ولو كان محتاجا فإن الحاجة لا تبيح المرابات لعليه أن يطلب سداد حاجته بما أباح الله له وشراء السيارة ليس ضروريا فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى إن وجد من يقرضه فإنه يقترض قرضا حسنا بدون فائدة وإن لم يجد من يقرضه فإنه يشتري السيارة بثمن مؤجل وعلى أقصاط على حسب استطاعته ولو طال الأجل وزاد الثمن عن الثمن الحاضر فهناك ولله الحمد مخارج للمسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجع ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه لحاصل أن الرمى لا يوجد التعامل به في حالة من الأحوال مطلقا لأنه صحت وحرام وخبيل جزاكم الله خيرا وأحسنا إليكم لديهم عادة الشيخ صالح يقول إذا جاء رجل من قبيلة أخرى يخطب بنتا من قبيلتهم فإن ابن عمها يتمسك بها حتى ولو كانت البنت رافضة ويرزوكم التولير هذه من عوائد الجاهية ومن ظل النساء فالعضل المحرك وهذا كبيرة من كبائن الذنوب فلا يجوز لأولياء المرأة أو لبني عمها أن يحجروا عليها الزواج إلا من قبيلتها أو من بني عمها هذا من أمور الجاهلية وهذا ظلم للنساء وعضل للنساء فلا يجوز ذكراره ولا يجوز العمل به فالواجب تأديب من يفعل هذا إذا كان في سلطة المسلمين فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يؤدبوا من يعمل هذه العملية الجاهلية وأن يزيلوا الظلم عن هؤلاء النسوة الضعيفات جزاكم الله خيرا مجتمعا تقول وقتكم في الله فنوت بعثت بلسالة وضمناها جمعا من الأسئلة في أحدها تقول هل اسم الشخص المسمى به في الدنيا هو اسمه في الآخرة حتى وإن كان اسما غير حسن وما هي نصيحتكم لمن ابتدى باسم غير حسن ولا يملك تغييره هل يبقى على هذا الاسم إلى أن يتوفاه الله وما هي نصيحتكم للأبا والأمهات في اختيار الأسماء الحسن لأولادهم وبلاتهم جزاكم الله خيرا من حقوق الولد على والده في اختيار الاسم الحسن فهذا من حقوق المغلود على والده وإذا سماه باسم غير حسن فإنه يكون واحد وعليه مع ذلك أن يغير الاسم قد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رجال من الصحابة لما أسلموا وكانت اسماؤهم غير حسنة غيرها إلى أسماء حسن ويجب تغيير الاسم إذا كان فيه محرم فما لو عبد بغير الله أما لو سمي عبد الكعبة أو عبد العزة أو عبد فلان فإنه يغير لأن تعبيد لا يجوز إلا لله عز وجل قال عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز إلى آخره من أسماء الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ولا مانع أن السائل يغير اسمه أو السائلة أن يغير اسمه وليس هذا بممكنه بل هذا سهل جدا نعم وأما في الآخرة فالله أعلم أمور الآخرة لا بد فيها من دليل هل يبقى على اسمه في الدنيا ويبقى معه في الآخرة أو لا يبقى هذا الله أعلم يحتاج إلى دليل جزاكم الله خير وأحسن عديكم قبل ما يقارب خمس عشرة سنة حجت أمي ولم ترضم علما بأنها قادرة على ذلك وقد رجم عنها والدي فما يزمها الآن ما يتعلق بالسؤال الذي قبل أمور نعم ورد أن المؤمن إذا قبضت روحه نعم وصعيد بها إلى السماء ولها رايحة طيبة فإذا مر بأهل السماء وأعجبتهم هذه الرايحة سألوا من هذا فيقال هذا فلان من فلان بأحسن أسمائه بأحسن أسمائه في الدنيا دل على أن المجد يسمى بأحسن أسمائه في الدنيا سؤالها لذلك تسأل وتقول قبل خمس عشر سنة حجت أمها ولم تردن بل رجم عنها أبواء زوجها وتطلع أمها الحكومة لا سبذلك إذا كانت وكلت من يرجو عنها وهي معدورة لا تستطيع الرجم بنفسها وكلت من يرجو عنها وفعل ما وكلته رمى عنها الجمران هذا العمل صحيح إن شاء الله جزاكم الله خيرا من درع الجمهورية العربية السورية مستمعة تقول ألف مين مين سأل وتقول ما حكم كتابة الوصية هل هي واجبة جزاكم الله خيرا وأحسن أيضا الوصية على قسمين قسم الواجب وقسم المستحف القسم الواجب إذا كان على الإنسان ديون أو عنده أمانات أو له ديون على الناس ليس فيها وثائق فإنه يوصي بها يجب عليها أن يوصي بما له وما عليه وما عنده للناس من أمانات وودايا حتى لا تضيع على أهلها بعد وفاته هذا واجب عليه ولهذا جاء في الحديث ما حق من يوم مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند راسه هذا في الأمور الواجب أما الوصية المستحبة فهي أن يوصي بجلث ماله فأقل في وجوه الخير لغير وارث أن يوصي بجلث ماله فأقل في وجوه الخير ويكون لغير وارث لأن هذا يجري عليه نفعه بعد موته أو مستحب ولكن إذا كان ورثته محتاجين فكونه يترك المال لهم ولا يوصي أحسن قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء أي من أن تتركهم عالة يتفقون الناس وهو مأجور إذا خلف لورثته المال وانتفعوا به وأغناهم عن الناس فإنه مأجور على هذا ولو لم نوصنا جزاكم الله وخير وأحسن إليكم شيخ صالح والكتام توزه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين وأمل أن يتزدد لقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام وكان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة دائما للبحث العلمية والإبتاء وعضو هيئة كبار العلماء شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم